السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام معارنية سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية العصى في المنام أولا ما معنى رؤية العصى للعزباء العصى في المنام للعزباء تؤكد أن الله سيجبرها بشاب يتمتع بالحكمة ورجاحة العقل والفطنة وستسعد به في حياتها لو حلمت العزباء أنها تسير في أحد الشوارع ومعها عصى في يدها تتكئ عليها فتأويل الحلم يؤكد أن هذه الفتاة فقد للشعور بالأمان وتحتاج إلى الدعم من شخص يدفعها نحو الأمام ويعطيها القوة والأمل بأنها تستطيع ولديها الإمكانيات التي تؤهلها للنجاح إذا حلمت العزباء بأن أخيها يحمل في يده عصى ويدربها بها فهذه الرؤية تعني أن هذا الأخ هو خير سند لأخته فهو يدعمها ويحافظ عليها وينصحها في شط الأمور في الدنيا كما أن الرؤية تعني أنه يعطي لأخت الأموال بالإضافة إلى حسن معاملته لها ورؤية العصى في منام العزباء يدل على تحقيق النجاح والوصول لأعلى المناصب تفسير رؤية العصى في منام المريض عندما يحلم الشخص المريض بعصى أو عكاس فتأويل الرؤية واضح وصريح بأنه شفاء آتي عن قريب أكد الفقهاء أن العصى كلما كانت قوية وليست معموجة وعندما مسكها الحالم في منام شعر باتزان وصلابته يدل على خلاص الرأي من الألم ووهن المرض وسيستقبل القوة والصحة في المستقبل القريب رؤية الاتكاء على العصى في المنام الاتكاء على العصى يدل على اعتماد الرأي في أمور ومشاكله على الآخرين الأقوياء وقيل من رأى أنه اتكأ على العصى في الحلم فأنه يجد ما يطلبه بمعاونة رجل شريف ورؤية الاتكاء على عصى مجوفة في المنام تدل على زهاب مال الرأي تفسير رؤية أخذ عصى من شخص أخذ عصى من شخص يدل على انتقال المسئوليات أو حمل الأمانات ومن رأى أنه يأخذ العصى من شخص في المنام فأنه ينال منفع وخير إمكانة العصى جميلة أو مستقيمة وقيل رؤية أخذ العصى من شخص من الأقارب فأن هذا يدل على ورثا ينال الرأي من أهله وقيل أخذ العصى من شخص وقصرها في المنام دليل على خون الأمانة ونكران الجميل ومن رأى أن شخصا أعطاه عصى وأخذها وأحرقها فأنه يستثمر مال غيره بالطرق المشبوهة تفسير رؤية العصى في المنام للمتزوجة فصر ابن سيرين رؤية العصى في المنام للمتزوجة أنها تدل على الشدة والصرامة في تربية أبنائها وربما دلت رؤية العصى في الحلم للمتزوجة على انتصارها على من يعاديها أو يريد النيلة من عائلتها ورؤية الزوج يحمل العصى في المنام للمتزوجة يدل على استقامتها وتبدل أحواله وحمل عصى في المنام للمتزوجة يدل على زوال همومها ومشاكلها الاتكاء على عصى في المنام دليل على اعتمادها على زوجها ورمي المسئوليات علي وضرب الأبناء بالعصى في الحلم يدل على تأدبهم وتربيتهم إذا رات المتزوجة أنها تقسر العصى في الحلم فهذا دليل على انفصلها عن زوجها أما رؤية سرقة عصى العكاس في المنام للمتزوجة تدل على غياب زوجها أو سفره تحول العصى إلى صعبان أسود يدل على قوة أعدائها وقيل العصى السحرية في الحلم ترمز لتبدل أحوالها للأفضل دون صابق إنذار تفسير رؤية العصى للمطلقة العصى للمطلقة تدل على قوتها بعد ضعف ورؤية العصى في حلمها يدل على تخلصها من الظلم ورؤية الطليق يحمل العصى يدل على وقوفه إلى جانبها في المحن إذا رأت المطلقة أنها أضعت عصى العكاس في المنام دليل على حاجتها للحماية أما رؤية انقصار العصى الخشب في المنام للمطلقة تدل على النقص في قوتها الاتكاء على العصى الحديد للمطلقة يدل على طلب المساعدة من شخص قوي والتعرض للضرب بالعصى على جسدها يدل على تفريخ قربها وتحول العصى إلى صعبان للمطلقة يدل على معادات أهلها وأقاربها لها والتهديد بالعصى يدل على أمنها من الظلم والله أعلى وأعلم تفسير رؤية العصى للمرأة الحامل رؤية العصى في منام الحامل تدل على تجاوزها متاعب الحمل ودلت رؤية العصى للحامل على وضعها مولود زكر يكنزو شأن وسلطة ورؤية الزوج يحمل العصى للحامل يدل على تحمله المسؤوليات عنها الاتكاء على العصى للحامل يدل على حاجتها للمساعدة والرعاية في حملها رؤية المشي على عصى العكاز تدل على تعرضها لبعض الوعق الصحية وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته